خلال مراسمة سنوية تنظمها مدينة هيروشيما اليابانية إحياء لذكر مرور 77 عاماً على إلقاء أول قنبلة ذرية في العالم عليها أطلق الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جودريش دعوة إلى قادة العالم لإزالة الأسلحة النووية من ترسنتهم وحول هذه الذكرى الأليمة وكيف يمكن للعالم منع تكرارها وأخذ العبر منها حذر جودريش من أن البشرية تلعب بمسدس محشو إذ اعتبر أن الإنسانية على بعد مجرد سوء تفاهم واحد أو سوء تقدير واحد من إبادة نووية مكرراً بذلك تحضيرات أطلقها هذا الأسبوع في نيويورك خلال مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وانضم الأمين العام للأمم المتحدة إلى آلاف احتشدوا في حديقة السلام وسط هيروشيما لتكريم أرواح الضحايا الذي أودى القصف الأمريكي بحياة 140 ألف منهم قبل نهاية عام 1945 ترجمة نانسي قنقر شكراً للمشاهدة